السلام عليكم و الله يسعد أوقاتكم مثل ما حكيت بالفيديو اللي عملته من أسبوعين أو ثلاثة أني رح أبتدي أتعلم و أستخدم الإيماكس لحتى استبدل الفيم بكافة الأمور اللي بتطلب مني أني أتعامل معه النصوص كتعديل ملفات الدوت فايل والكونفجوريشن الخاصة بنظامي هذا الكلام أكيد مو معنى أني رح أستغني أو رح أشيل الفيم أو النيو فيم عن جهازي لأن الفيم أكيد هو الأفضل ووقت اللي بيكون في عندي تنزيل جديدة أو بيكون في عندي أمور أنا قد فاتح التيرمينال فما رح يكون فيه من الداعي أني أفتح الإيماكس ولكن حكيت السبب الأساسي لهي الانتقال الكبير بالورك فلو اللي عندي اللي هو أنه الإيماكس بيدعم اللغة العربية في حين أنه الفيم ما بيدعم اللغة العربية السبب الأساسي اللي بيخلي هذا الاختلاف بين البرنامجين هو أنه الفيم بيشتغل ضمن التيرمينال يعني أنا إذا ما عندي التيرمينال ما رح أقدر استخدم الفيم طبعا أنا في عندي واجهة رسومية في عندي قوية للفيم بس أغلب الناس اللي بتستخدم الفيم وأنا واحد منهم نحن ما منستخدم الواجهة الرسومية وإنما منستخدم التيرمينال فسبب أنه فيما بيدعم اللغة العربية هو للأسف أنه أغلب التيرمينال أو التيرمينال إميوليترز اللي موجودين تقريبا 90 أو 95% منهم ما بيدعموا اللغة العربية في بعضهم لدرجة معينة بيعملوا رندرينج بشكل جيد ولكن في عندي بعض الأمور اللي ما قدرنا أنه لقي لها حل في حين أنه إيماكس هو برنامج قوي يعني هو برنامج مع واجهة رسومية أنا بيستخدمه بدون ما يكون في عندي تيرمينال طيب أنا قبل ما نشوف بفيديو اليوم اللي رح يكون بس مجرد لمحة أو تعريف للمشاهد بشو هو الإيماكس رح نحكي أنه الإيماكس ممكن أن ينزله على لينوكس بحالتي أنا ممكن أنه نزله على ويندوز وممكن أن ينزله على ماك يعني ما لي محصور بنظام لينوكس لحتى استخدم الإيماكس بالنسبة ل ويندوز لازم أني روح أدور على بايناري جاهزة البايناري اللي هو الملف القابل للتشغيل الإكسكيوتيبل ونزلها على ماك ممكن أني استعمل الهومبرو على ما أعتقد اسمها بالنسبة للينوكس فهو موجود على كافة الريبوز ومستودعات كل التوسيعات إذا أنت بدك يكون في عندك الإصدار آخر إصدار جديد من الإيماكس فممكن أنه نقوم بعملية الكمبيلينج والبيلدينج فرام سورس طبعا العملية بسيطة جدا ما لها معقدة يعني بس هني نخط سطرين أو ثلاثة اللي بتكتبهم بالترمينال وبيكون عندك الإيماكس نازل النسخة الأخيرة النسخة الأخيرة اللي هي الـ 28 النسخة اللي بتلاقيها موجودة بأغلب التوزيعات استثناء الديبيان ومشتقاتها رح تكون النسخة 27 هلأ نحن ما رح نفوت بالتفاصيل شو هي الاختلافات بين الـ 27 والـ 28 لأنه في فيديو اليوم مثل ما حكيت بس رح نتعرف على شو هي الواجهة اللي موجودة بالإيماكس وشو هي بعض الأوامر والأشياء اللي ممكن إنه الواحد يحتاجها بتعامله اليومي مع أي برنامج سواء كان إيماكس ولا غيره مثل كيف بفتح ملف كيف بسكر ملف كيف بحفظ الملف كيف بنتقل من سطر لسطر شو هي مكونات الشاشة بحد ذاتها لأنه طبعا هاي الأمور مختلفة عن أي برنامج تاني طيب خلينا نيجي أول شيء للإيماكس أنا هون فاتح الإيماكس وهذا البرنامج أنا فاتحه بدون ما يكون عامل أي configuration بس بمجرد أنه أنا في عندي حاطة theme للـ GTK applications باعتبار أنه الإيماكس هو بيعتمد على الـ GTK أنا حاطت dark theme فطالع اللون أسود أما أنت إذا كان في عندك أي theme تاني أو على الـ Windows أو على الماك فرح تكون الشاشة بيضة وليست سودة أما باقي الأمور هي على حالها وكل اللي عملته بس منجرد أني كبرت الخط طيب بعالم إيماكس إيماكس هو عالم لأنه ممكن أنه يكون نظام تشغيل متكامد وأنا بعرف أحد الأشخاص اللي بيستخدم حتى الـ Desktop Environment حتى الـ Window Manager عنده هو إيماكس فما في عنده أي ويندو مانيجر تاني فبـ إيماكس شو هي النافذة المتعارفة عليها بكل أنظمة التشغيل اللي هي عبارة عن الواجهة أو البرنامج اللي أنت فاتحه بـ إيماكس هذا المفهوم مختلف لأنه أنا عندي النافذة اللي أنا فاتحها اللي مثل ما شاهد اللي بحالي أنا محاطة بالإطار أو الفريم الأحمر بعالم إيماكس هاي اسمها فريم أو إطار أما النافذة اللي هي الشي اللي موجود ضمن هذا الإطار فهي المنطقة السودة بكاملها اسمها نافذة إذن منحكي أنه الإطار هو النافذة بالمفاهيم الثانية اللي نحن متعودين عليها هاد اسمه إطار في حين أنه نافذة هي اللي موجودة ضمن الإطار أنا سمعتها بأحد المرات من أحد الأشخاص أنه كيف أنت ممكن أنك تفسر هاد الكلام لو إجينا للشباك العادي للنافذة الموجودة اللي عندي بالبيت فهي النافذة أنا بيكون فيها عندي إطار خارجي اللي سواء كان معمول من الألمنيوم أو من الخشب هاد هو الإطار اللي المكافئ لإطار إيماكس والزاز أو الزجاج اللي موجود جوا هاد الإطار اللي هو النافذة فأنت بهذا الشكل ممكن أنك تستوعب شو هو مفهوم الإطار الفريم والويندو ضمن إيماكس لسه في عندي مفهوم ثالث أو مكون ثالث للإيماكس اللي هو البفر البفر هو سواء أنا كنت فاتح ملف نصي عما لي عدله سواء كنت فاتح الديركتوري معين عما لي شوف محتوى سواء كنت عما لي شوف تيرمينال ضمن إيماكس لأن الإيماكس كمان فيها الشيل وفيها تيرمينال فكل واحد من هاي الأمور هو عبارة عن بفر أنا ضمن الإطار الواحد أو النافذة الواحدة ممكن يكون في عندي أكتر من بفر ممكن أن يكون فاتح أربعة أو خمسة طبعا أنا بنفس الوقت ما بشوف غير بفر واحد بس عملية الانتقال من بفر للتاني عملية بغاية البساطة إذا كان مفتوح عندي أكتر من نافذة خليني أفتح مبدئيا أكتر من نافذة فلو إجيت هلأ بهذا الفيديو رح نستخدم الماوس والمينيو بار لحتى تكون الأمور بسيطة فأنا لو إجيت فتحت نافذة على اليمين ولو إجيت فتحت نافذة من تحت فأنا في عندي إطار واحد اللي هو الشاشة بالكامل في عندي نافذة في عندي نافذة تانية وفي عندي نافذة تالتة هلأ بهي الحالة أنا النوافذ الثلاثة فاتحين عندي نفس البفر ولكن أنا لو كان بدي حط بهي النافذة بفر يكون مثلا لو قلنا أنه في عندي ملف مصي بهي النافذة في عندي الهم ديركتوري بالنافذة التانية وفي عندي تيرمينال بالنافذة التالتة فبهي الحالة ممكن أني ساويها وصار في عندي بفر اثنين اثلاثة طيب بحالة اي ماكس مثل ما حكيت باتي بار أنه هو برنامج رسومي فأنا بدون ما يكون معمول عندي أي أعدادات في عندي مينيو بار اللي ممكن تعطيني أغلب الأمور اللي الواحد ممكن أنه يحتاجها ببداياته لحتى يتعلم اي ماكس بعدين وقت اللي نتقدم رح نشيل هاي النافذة هذا الإطار أو المينيو بار العلوي لأنه أنا مالي بحاجته في عندي تحته كمان بار في أغلب الاختصارات اللي أنا بوجهة نظري ما لها أي داعي مثلا إذا بدي أفتح نافذة جديدة إذا بدي أفتح بفر جديد إذا بدي أحفظ ملف فكمان هاي الأمور موجودة بالبار اللي موجود تحت المينيو بار على يمين النافذة اللي أنا فاتحها في عندي سكرول بار لحتى نحرك الملف أو البفر لفوق لتحت كمان وقت اللي بتتقدم هاي الأمور كلها ما رح يكون في الهدافة رح نشيل كل هاي الأمور لحتى نحصل على نافذة خالية من أي أمور بتشتت انتباهك عن المحتوى الموجود ضمن الويندو أو ضمن البفر فهي مكونات الواجهة الأساسية بي ماكس بي جي إذا انتباهت للشاشة من تحت كمان أنا هون تحت في عندي بفر أو اللي هو الميني بفر ضمن هاد الميني بفر أنا رح يكون تعاملي مع المباشر في حال كنت عمالي استخدم الكيبورد وليس الماوس لأنه نحنا غايتنا من الإي ماكس أنه نستخدم الكيبورد لحتى نقوم بكل الوظائف اللي بدي أها من فتح ملفات حفظ ملفات فتح بفر تسكير بفر تعديل كتابة انتقال فكل هاي الأمور بدي ساويها عن طريق الكيبورد وليس الماوس فأنا عندي بسفل الشاشة تحت هذا البار اللي هلأ رح نحكي عنه في عندي هاي المنطقة السودة اللي هي الميني بفر في عندي هذا البار اللي هو بيعطيني معلومات عن الملف اللي أنا فاتحه بيعطيني وين أنا موجود ضمن البفر بيعطيني السطر العمود اللي أنا موجود فيه بيعطيني المود أو شو هي لغة البرمجة الخاصة بالبفر اللي أنا فاتحه حاليا كمان إذا لاحظت أنه كل نافذة أو كل ويندو من النوافذ الثلاثة اللي مفتوحة في لها هذا البار اللي اسمه المود لاين الخاص فيها فهون في عندي واحد هون في عندي واحد تاني ولا نافذة التالتة في عندي مود لاين تالت ضمن هاي المود لاين أنا إذا ضغطت على كل على أي عنصر من العناصر ممكن أنه يعطيني نفس الموجودة بالمينيو بار اللي فوق لأنه مثل ما حكيت برجع بعيدها أن الإي ماكس هو برنامج رسومي أنا إذا ما بدي أستخدم الكيبورد ممكن أني أستخدم الماوس لحتى افتح ملفات وسكر ملفات وعدل نصوص وحدد نصوص كل هاي الأمور ممكن أني أعملها باستخدام الماوس نفسها بس نحن مثل ما حكينا اليوم بس رح نشو شو هي الكي بايندينكس الأساسية البسيطة اللي أنت بتحتاجها لحتى تبتدي باستخدام الإي ماكس هلا مثل ما حكيت أنه أنا موجود عندي ثلاثة ويندوز أو ثلاثة نوافذ مفتوحة لحتى أرجع لويندو واحدة في عندي زرين أساسيات لازم أني أعرفهم بشكل دائما بهذا المنزل يوجد زر الألت الذي يضع اسمه متا وزر المحل الالت partes rôle اله mutant سطرة وليسه الجرحة على اليمين لحتى أKO لإنساني استخدمت نافذة شخصة ربما أذهب لتصل للصر إليSe MRI ور 있습니다 الاصصال واحدة سترى sight Achilles cxs1 ماهل مع這是cmx1 فأنا بضغط على control مثل ما اللي شايف سيطلع عندي على الشاشة بهذا القسم ما هي الأزرار اللي أنا عمالي أضغطها على الكيبورد فأنا إذا ضغطت CX وبعدها واحد هذا الكلام اللي هون شايف أنه انشالت عندي النوافذ الثانية وضلت عندي نافذة واحدة طيب أنا إذا بدي أعمل أي إذا بدي أفتح أي command بالميني بار بالميني بوفر اللي حكيت عنه من شوي سأستخدم الميتا اكس مع الميتا اكس ممكن أني أعطي comments للمكس إذا بدي أطلع من الميني بوفر بضغط على زر الاسكيب ثلاث مرات وربعة واحد اثنين ثلاثة هاي ارجعت أنا للبفر اللي أنا موجود فيه إذا ما بدي أضغط على اسكيب ثلاث مرات بضغط control G بهذه الحالة كمان طلعت من الميني بوفر فهلا بنرجع الأشياء اللي رح تسمعها بشكل دائم بالإي ماكس اللي هي الميتا اكس اللي هي الالت اكس هاي خليها ببالك برجع control G لحتى أطلع من الميني بوفر طيب إذا بدي أفتح فايل جديد ملف جديد بالإي ماكس رح استخدم control X control F مثل ما اللي شايف بالميني بوفر الآن عمله فايل رح يطلب مني اني دخل اسم أو مسار الفايل اللي بدي افتحه فلا نقول انا بالهوم ديركتوري هلا انا موجود هون ضمن الهوم ديركتوري لانه عاطيني اشارة التلدا او المدة فانا بعرف اني موجود ضمن الهوم ديركتوري انا ضمن الهوم ديركتوري عندي رح افتح حدث X هنا RC وبهذه الطريقة فتح لي الملف حسنا اذا بدي أكبر الخط سأضغط control X control زائد وهلا شايف انه اذا ضغطت على زائد لحالها بدون control X عماله يغير لي حجم الخط اذا بدي أصغر الخط انا موجود ضمن هذا المود نفسه اضغط على ناقص اذا بدي أرجع للحجم الرئيسي بضغط 0 دعنا نكبر الخط شوي دعني اطلع من هذا المود هلا اذا بدي انتقل من سطر لسطر فبال control N مثل ما اللي شايف عمالي انزل لتحت بال control P بطلع لفوق اذا بدي انتقل صفحة كاملة بضغط control V هي نزلت لتحت control V مرة تانية نزلت لتحت control V صرت باخر الشاشة اذا بدي اطلع لفوق بضغط meta V أو Alt V بطلع لفوق هلا هيك ارجعت لبداية الملف طيب اذا بدي انتقل حرف حرف أو character character فبستخدم control F اللي هي forward control F بمشي حرف حرف بينتقل من سطر لسطر وقت الوصل لنهاية السطر اذا بدي ارجع لورا فبستخدم control V اللي هي backward كمان بيرجع سطر سطر لانه وصلت لنهاية او بداية السطر طيب اذا ضغطت Alt F بينتقل كلمة كلمة فهو عم يمشي لقدام كلمة ما عاد حرف حرف اذا ضغطت Alt B برجع لورا كلمة كلمة فبهي الطريقة هي الخطوات الاساسية او key bindings الاساسية لكيف ينتقل ضمن الملف او ضمن البفر اللي مفتوح طيب طيب اذا كنت تريد ان افتح ملف حكينا كيف نفتح ملف ثاني فيأتي ctrl X ctrl F سوف افتح ملف ثاني اللي لنقول dot Z profile كمان هذا موجود عندي واذا ضغطت على التاب سوف يعمل لي عملية Auto Completion فأنا سوف افتح Z profile هلأ انا صرت موجود ضمن بفر ثاني دعنا نرجع نكبر الخط مرة ثانية طيب كيف نذهب للبفر القديم البفر الثاني اللي كنت فاتحه اللي هو dot x init بضغط ctrl x b سوف يرى هون دائما يجعل عينك على الميني بفر اللي موجود تحت سوف ترى انه عمله اللي switch to buffer وهو اللي اعطاني بشكل اوتوماتيكي dot x init سوف يقول له اوكي بضغط enter انتقل للبفر الثاني بس انا اذا بدي شوف كل البفر اللي مفتوحة سوف اضغط ctrl x وبدون مشي اليدة عن ctrl سوف اضغط ctrl b فبهاي النافذة اعطاني قائمة بكل البفر الثاني اللي انا فاتحها حاليا وفي عندي بعض البفر الثاني اللي اي ماكس فتحها اول ما شغلت البرنامج برجع اذا بدي ارجع لنافذة واحدة سوف اضغط ctrl x واحد ارجعت بس للنافذة اخر نافذة انا كنت محددها فبرجع ctrl x بي لحتى انتقل للفايل الثاني لنقول بدي . z profile لانه مفتوح وهي رجحت لل z profile طيب اذا بعد ما خلصت من تعديل الملف اللي انا عمالي اشتغل فيه بدي احفظه لأحفظ الملف بدون مغير اسمه بضغط ctrl x ctrl s متل ما اللي شايف تحت انا ما عملت اي تعديلات فقال لي no changes need طيب خلينا بس نضيف سطر واحد او كلمة واحدة فمتل ما قالت ctrl n لحتى انزل لتحت رح اضيف اي كلمة test وبعدين بقول له ctrl x ctrl s فانا شايف انه حفظ لي الملف طيب اذا بدي احفظ الملف باسم تاني رح استخدم ctrl x ctrl w تحت رح يسألني شو اسم الملف اللي بدي احفظه فيه فبعطيه اي اسم وبيكتب لي هاد الملف بضغط ctrl g لحتى اطلع من الميني بوفر اذا بدي اعمل اذا بدي اتراجع عن اخر خطوة عملتها انا ctrl z ما بتشتغل عندي لانه ب اي ماكس الكونترول لها معنى ثاني فالكونترول z ctrl c ctrl v اللي دائما نستخدمهن للنسخ اللسق التراجع ب اي ماكس ما بتشتغل لحتى اتراجع عن اخر خطوة بضغط ctrl والاندرسكور فبهاي الخطوة ارجعت لورا او اذا بدي في عندي اختصار تاني اللي هو ctrl والسلاش كمان هاي بتعملي نفس الخطوة ctrl slash او ctrl اللي هي بتعملي undo بال اي ماكس ال redo او اللي هي اذا انا عملت تراجع وبعدين بدي ارجع خطوة لقدام ما ارجع خطوة لورا اللي هي ال redo ب اي ماكس في الها مفهوم تاني مختلف تماما ما رح نحكي عنه اليوم فخلينا نخلي لغير فيديوهات فهي صارت عندي الخطوات الاساسية اللي ممكن انك تحتاجها برجع بعيد الخطوات او اللي حكينا بالفيديو بعالم اي ماكس الاطار هو النافذة اللي متعودين عليها بغير برامج النافذة هي الواجهة او الشي اللي موجود ضمن الاطار الملف اللي انا فاتحه اللي عمالي اتعامل معه حاليا اسمه بفر اذا بدي افتح برنامج اذا بدي افتح ملف رح استخدم ctrl x ctrl f بدي احفظ ملف ctrl x ctrl s بدي احفظ ملف باسم تاني ctrl x ctrl w بدي انتقل من بفر لبفر ctrl x b بدون ال control اذا بدي شوف كل البفر اللي مفتوحة ctrl x ctrl b هاي كانت بس مجرد لمحة اولى طبعا انا لسه بعدني عمالي اتعلم ال اي ماكس بس حبيت وارشيكم شو لوين وصلت هلا انا وصلت لا اكتر من هيك وصار في عندي ملف يعني اعدادة ملف configuration خلينا نشوف ال configuration اللي عندي فمثل ما اللي شايف انه المينيو بار راحت البر اللي كان تحتها الاختصارات كمان راح ال scroll bars راحت صار في عندي داشبورد هاد الكلام اسمه داشبورد صار في عندي theme اختلفة الالوان اختلفت حتى ال functionality اختلفت بشكل كبير بس بطل ما حكيت انا فيديو اليوم بس لحتى نحكي عن الاشياء اللي ممكن انك تحتاجها لحتى تبتدي تستخدم ال اي ماكس بنهاية الفيديو اذا اعجبكم لا تنسوا ضغط ضر الاعجاب لا تنسوا مشاركة المحتوى مع اصدقائكم وصحابكم لا تنسوا تتركوا لي تعليقاتكم بقسم التعليقات بلتقي فيكم بالفيديو الجاية و بامان الله اشتركوا في القناة